كتير مننا عندنا كلمات مش قليلة في اللغة الإنجليزية. وعندنا كمان قواعد جرامر الى حد ما معقولة. ولكن بنيجي نتكلم في او في محادثات نلاقي نفسنا بنسقط كلمات ونلاقي نفسنا بناخد وقت عشان نجمع الجملة. عشان كده من الاستراتيجيات كويسة جدا في اللغة الإنجليزية انك تحفظ جمل إنجليزي على بعضها جاهزة كده تستخدمها زي ما هي. تيجي تقول محادثة او تلاقي الجملة طلعة زي ما هي من غير ما تفكر فيها. عشان كده انا في السلسلة دي جمعت لكم اهم الجمل والعبارات المستخدمة في الانجليزي بشكل كبير. وععزكم تستخدموهم انتم كمان في المحادثات بتاعتكم وتحفظوهم زي ما هما. كمان في هدية حلوة جدا لله هيكمل الفيديو للاخر. فاتفرجوا على الفيديو الاخر وشوفوا ايه هي الهداية. معاكم عمار عادل لو انتوش عمين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب دلوقتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. ويلا بينا ندأ. اه لو انتو بتتفرجوا على الفيس واعيدين تبصلوا القناة بتاعتي على اليوتيوب اكتبوا بس عمار عادل على اليوتيوب هتلاوي القناة بتاعتي. اول مصطلح معنا هو يعني ما الخطب؟ ما الامر؟ ايه اللي حصل؟ تعالي نشوف كده تعالي نشوف كده عالي. معناها لا يهم ما يهمش. تعالي نشوف المثال. يعني جبنا في سرة القط. لما تكون بتتكلم على حد وتلاقيه طلع قدامك مرة واحدة بتقول تعالي نشوف في المثال. انا آسف انه لتلك كده. يعني انت مطرود. نشوف ايكزامبل. ياليا نخرج. ايبا نخرج. ايبا نخرج. 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 نتسكع المعنى هذه. انا محسنك حتى لا نتسكع. أخافًا يعني أنا خائف إن خائف إننا عمل أي حاجة أنا خائف إننا زاكري الإنجليزي أنا خائف إننا تكلم معيها بليف مي يعني صدقني بليف مي وننتقها لبعضها كده ونت عايزي ماذا تريد؟ أف نو ايديا ما عنديش فكرة معرفش زي بزبط معرفش تلاحظوا هنا انهم بيختصروا هاف بتبع الصوت اف لو عايز تعرف اكتر عن اختصارات النطق في اللغة الإنجليزية يريد تتفرج على الفيديوز دي يبقى كلمة بلس يعني يبارك كمان بلس يو بتيك معناها يرحمك الله يعني مثل لو حد عطس أول حد تشو تقول له بلس يو كات غات يور تونغ الكات غات يور تونغ القد تكلت لسانك كات غات يور تونغ لو حد يعني ما بيتكلمش وعايز تقوله تكلمة تقوله كات غات يور تونغ بتتكلمش ليه بالامريكان اكسام تبقى أنا كنت مشغول جدا مرة واحدة مرة واحدة لقيت حاجة طلعادي نشوف المثال مش محتاك حاجة ممكن اسألك سؤال يعتبر ماذا مرة واحدة حاجة 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 طلعادي ثلاثين نحن سؤال أكيد لأ عمل لا. I'm graduated from I'm graduated from يعني أنا متخرج من I'm graduated from a faculty of language and translation أنا متخرج من كلية مثلا لغات وترجمة يبقى graduated متخرج Do the dishes يعني يخسل الموعيد وبنفس المنطق Do the laundry يعني يخسل الغسيل. Well done يعني برافو عليك أحسنت Well done I'm in I'm in ده مصطلح معناه أنا معاكو أنا days I'm in Focus with me فوكس with me يعني ركز معي لا تليح حد يش مركز معك وعيز تقوله ركز معي تقوله Focus with me Break a leg ودي بيش معناها يكسر رجلي دي معناها حظ موافق Break a leg حد يحكي لك على حاجة ما سعي تقوله ربنا معاك حظ موافق تقوله Break a leg Break a leg The ball is in your court The ball is in your court The ball is in your court والهدية هي في المصطلحات جاهزة ومكتوبة بالمعاني بتاعتها لو عايز الPDF ده هتبعث لي على الواتساب رسالة وهبعث لك الملف كهدية مني إن شاء الله وأنا مرضي تشرف على الملف ده على طول وخليته في آخر الفيديو عشان خاطر شوف مين فعلا مهتم بتعلم الإنجليزي ومين فعلا محتاج الكتاب ده ومحتاج إن أنا أبعثه لو لو انتم مش عامين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب عشان نصلكوا الفيديوز جديدة من السلسلة دي ومن السلاسل الكتيرة اللي احنا عاملينها لتعلم الإنجليزي سي يو لائر باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة